مش بتكلم على القضية بشكل مباشر كقضية وكذا والعلف ومدخلاته والدرى والصوية والمواني وسعر الدولار وندخل البضاعة وبعدين نوزع ولا نحبس ولا نزود وبعدين نعمل دورة تسمينية الموضوع ده نموذج لأزمة يعني أزمة من ضمن أزمات تسبب فيها برضو الوضع الدولي الموجود وفي ناس مننا بيستغلوا الموقف لتحقيق أرباح أنا بقول بشكل واضح حرام دول اللي هم مستثمري أو مستغل الأزمات دول بيحقيقوا أرباح فقط من الأزمات دول ما بيعرفوش يشتغلوا في النور بقول تاني زي الراجل لسه من شوية لسهب الفتوح بقوله هل يمكن أن احنا نقوم بعملية رقابة على المدخلات وأسعارها هل الحكومة هيقدر تتدخل قال لي على الأقل في وقت الأزمة آه في وقت الأزمة الحكومات تعمل كل حاجة ده في فرنسا قاموا بمصادرة وتأميم أكبر شركة انتاج تقا كهربية في فرنسا وفي ألمانيا قاموا بتأميم أكبر شركة للتسهيل ونقل الغاز في ألمانيا يعني في وقت الأزمات الحكومات تقدر تعمل كل حاجة وأيضا الحكومات تقدر وأنا بقول أهو بقول بشكل واضح الحكومات تقدر تقوم بدور المستورد للدورة وبدور المستورد للصوية بشكل كبير جدا ممكن يعور الناس دي عادي جدا يعني الحكومات الحكومة أي حكومة لا تقف عاجزة ولا يمكن أن هي حد يمسك الحكومة من دراعها اللي بوجعها على الإطلاق ده بشكل واضح يعني عندي 20-30 مئة مستورد للدورة 20-30 مئة مستورد للفلوسوية هو بيجي بالراجل بيقول للأستاذ عبدالأبو الفتوح أنه الأسعار العالمية ما زردش بهذا الشكل اللي اتضعفت فيه اتضعفت بيه بشكل كبير جدا طب نعمل إيه؟ يبقى فيه رقبة على دول وأنا بقول تاني الدولة قادرة أنها تخش تعمل عملية تسترد بنفسها في وقت الأزمات فالناس دي ما تستغلش الموقف لأنه في النهاية احنا كلنا في مركب واحدة